خلال نروح لفقرتنا الثانية وفقرة بالعقل بالعقل النهاردة الحياة موضوع مهم جدا الكاف أعلن عن إسناد تنظيم أمم إفريقيا 2025 للمغرب وبدأت التكهنات عن المعاد التي ستقام فيه البطولة لغاية لما فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي أعلن أنها هتكون في الصيف طيب إيه المشكلة أو فين المشكلة؟ في مشكلة كبيرة جدا وهي أن النسخة الأولى من كاس العالم للأندية بنظامها الجديد اللي هو بمشاركة 32 فريق من أكبر أندية العالم ومنهم الأهلي والوداد هتكون تقريبا في نفس التوقيت وهي بطولة رسمية جديدة للفيفا وجهة نظري أنا بقول لحضراتكم الكلام ده قبلها بسنتين أو بسنة ونص مستحيل الفيفا حيغامر بالرعاة وبطولة جديدة وكبيرة فيها أندية زي الأهلي والوداد والمدريد وتشيلسي ومنشستر سيتي والهلال السعودي والوداد المغربي وغيرهم من الأندية الكبيرة استحالة للفيفا يعمل كده وبالتالي وجهة نظري أنه ستكون هناك مشكلة أو تعارض ما بين كاس أمم الأفريقية وتعارض ما بين كاس العالم للأندية اللي هتقام بنظامها الجريد في 2025 فلازم الحل يكون بإيه بالعقل وده اللي أنا شفته الحقيقة في تصريحات أحمد ولديحيا نائب رئيس الكاف اللي عمل حوار في التلفزيون الفرنسي وقال أن الكاف يرغب في إقامة أمم إفريقيا 25 في الصيف علشان ده التوقيت المناسب وما يعملش مشكلة للعبيد المرتبطين بأديتهم في أوروبا يعني لما تيجي تعرف أن ياسين بونو كان سينتقل إلى ريال مادريد وريال مادريد رفض انتقال ياسين بونو إليه لأن ياسين بونو قال أنه هو هيروح يشترك مع المغرب في كأس الأمم الأفريقية ريال مادريد اشترت عليه أنه هو مايلعبش مع المنتخب المغريبي وطبعا هو رفض هذا الأمر يعني أنا حبيت بس أقول لكم على هذه النقطة وإحنا بنتكلم اللي هميني هنا أن أحمد ولديحيا أعلن بشكل صريح أن الكاف بدأ مفاوضات التفاهم مع الفيفا علشان يشوفوا حل لإقامة كأس الأمم الأفريقية 25 في الصيف بما لا يتعارض مع كأس العالم للأندية في نسختها الأولى ب32 فريق في الولايات المتحدة الأمريكية خلي بقى لحضراتكم لو فاكرين يعني والناس هنا هتقول لي عم إسلام بس لو حضراتكم فاكرين كابتن محمود الخطيب طلب أكتر من مرة وقال إن اتحاد الكرة والكاف لازم يكون عندهم تنصيق مع الفيفا علشان تعارض البطولات حصل قبل كده في كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا لو فاكرين وما زال بيحصل مواعيد المباريات الخاصة بالكاف والأجندة الدولية عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا لكن دلوقتي أهو أنا بقول لحضراتكم قبلها بسنة ونص أول الغيث قطرة كويس جدا إن الكاف حيبدأ التنصيق مع الفيفا ونتمنى أن يكون لهذا التنصيق نتائج إيجابية علشان لا الأنديات تتضرر ولا المنتخبات تتضرر لأن الأولوية هنا دائما بتكون لمن ها حد يسمعني الأولوية بتكون لمن أيوا للمنتخبات لأنه دائما الكلام كان يعنيaguلك الأولوية المين وحنعمل ايه والكلام ده كله دائما الأولوية لمنتخب مصر نحن بنتكلم على بلدنا فالأولوية فيها دائما بيكون لمنتخب مصر خلدينا نشوف إيه اللي حيحصل في هذه الأمور وإلا حيحصل في الأيام القادمة فيما يخص هذه الأمور